الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن الأزمات المتعاقبة التي عصفت بالعالم خلال السنوات الماضية أوضحت بما لا يدعو مجالا للشك عجز النظام الدولي عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم وخلال كلمته في قمة بريكس شدد رئيس السيسي على إيمان مصر الراصخة بأهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف كما تناول الرئيس السيسي تأكيد مصر على أهمية الدفع أطر التعاون في مجال التسويات المالية بالعملات المحلية واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع لتشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة وعلى هامشي قمة تجمع بريكس المنعقدة في روسيا التقى رئيس السيسي نظيره الصيني شي جنبينغ وخلال اللقاء أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لمشاركة الصين في العديد من المشروعات الاقتصادية الكبرى في مصر لا سيما في مجالات البنية التحتية من جانبه شدد رئيس الصيني على أن بيكين تدعم مصر بقوة في حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية مشيرا إلى أن الصين ستكون صديقا مخلصا وشريكا وثيقا للتنمية المشتركة مع مصر تستضيف فرنسا اليوم المؤتمر الدولي حول لبنان بمشاركة سبعين دولة وخمسة عشر منظمة دولية وأوضحت الخارجية الفرنسية أن الهدف من المؤتمر إعادة تأكيد ضرورة وقف الإطلاق النار والتوصل إلى حل دبلوماسي وإنهاء الأعمال العدائية وحشد المساعدات الإنسانية من أكبر عدد ممكن من البلدان ودعم المؤسسات اللبنانية وفي مقدمتها الجيش اللبناني أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ شركة للصناعات العسكرية تقع في إحدى ضواحي تل أبيب وفي بيان آخر قال حزب الله أنه استخدم صواريخ دقيقة وأنواع جديدة من الطائرات المسيرة لأول مرة في اشتباكاته مع القوات الإسرائيلية جنوب لبنان وأضاف الحزب أن الجيش الإسرائيلي لم يسيطر بشكل كامل على أي قرية في جنوب لبنان أعلنت الأمم المتحدة أن هناك معدلات مروعة من الموت الإصابات والدمار في شمال غزة وأوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن هناك استهداف للبنية التحتية في شمال القطاع حيث توقفت محطات لمياه الشرب عن العمل لنقص الوقود من جانبه ناشد الدفاع المدني بغزة منظمات إنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري لإنقاذ التواقم الطبية بشمال القطاع أكدت الولايات المتحدة أن واشنطن تعتبر الجنود الكوريين الشماليين في روسيا أهدافا مشروعة حال انضموا إلى القتال في أوكرانيا وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن بلاده لديها أدلة على أن قوات كورية شمالية توجهت إلى روسيا وفي بروكسل أعتبر حلف شمال الأطلنطي نايتو وجود قوات كورية شمالية بروسيا تصعيدا كبيرا في دعم بيونجانج لروسيا يلتقي نادي الزمالك والأهلي في نهائي كاس السوبر على أرض استاد محمد بن زايد بالإمارات وخلال مؤتمر صحفي أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جوزي جوميز صعوبة مبارات فريقه أمام الأهلي مضيفا أن الفريق يعاني من الضغطات من جانبه قال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مارسل كولر أن الفريق جاهز لمواجهة الزمالك مشيرا إلى أن الفريق يسعى بكل قوة للفوز باللقب شكرا